يمناك لا عدمناك تخدمك في كل يومك لذا صارت ضحية لكل الجراثيم والعدوى من حولك كلنا نغسل أيدينا دائماً ونعتقد أننا نغسل أيدينا بالطريقة الصحيحة لكن هل فعلاً أيدينا نظيفة؟ أتيت اليوم لهذا المختبر لأختبر خمس طرق مختلفة في غسل يدين وأرى نتيجة غسل كل مرة يعتقد كثير من الناس أنه يغسل يده بطريقة الصحيحة اليوم سأبين لك والمشاهدين الطرق المختلفة عند الناس إيش الطرق الصحيحة؟ إيش الخاطئة؟ أنا مستعد للي وضع البكتيريا وضعت على يدي شيء من البكتيريا الإيكولاي وأخذت منها طبعة ورغم البكتيريا الموجودة على يدي الآن إلا أني لازلت أراها نظيفة هذا اللي تعتقد زي ما يعتقد كثير من الناس أن البكتيريا ترى بالعين المجردة بدأنا طريقة الغسل الأولى وهي غسل اليد بالماء فقط ثم طبعنا العينة وبعدها بقية الطرق بالماء والصابون خمس ثواني بالماء والصابون أربعين ثانية ثم بعدها المعقم الكحولي مرة خمس ثواني ومرة عشرين ثانية بكمية وافية انتهينا من تجربة خمس طرق من الغسل والتعقيم ووضع أثر اليد على الأطباق نضطع في الانكيبيتر اللي هي الحاضنة وبكرا إن شاء الله نشوف النتيجة بعد أربع وعشرين ساعة ظهرت النتائج هذه صورة البكتيريا قبل الغسل اليدين وهذه بعد الماء فقط وهذه بعد الماء والصابون خمس ثواني أما هذه فهي بعد غسل اليدين بالماء والصابون أربعين ثانية أما المعقمات الكحولية فهي بديل جيد إن لم يتوفر الماء والصابون والطريق الصحيح للمعقمات هي عشرين ثانية على كامل اليد بعد هذه النتيجة تذكر دائما أن غسل اليد بالماء والصابون لمدة أربعين ثانية هو أول طريق نحو الوقاية من الفيروسات والعدوى اغسل يدك دائما وعش بصحة